السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا احلى صحاب في الفيديو ده هنتكلم عن مشكلة التحديث الجديد اللي هو نازل نهاردة الخميس 11.1.2024 وان فيه مشكلة بتواجه اكترطمة بل الاغلبية فيه ان اللابة مش راضة تشتغل ويجي لي اعادة المحاولة وكل ما اضغط على اعادة المحاولة ترد الجيل تاني ومكتوب هنا هل تريد اعادة الانشاء لاتصال الان الوصول محدود حاليا بسبب التحميل الزائد على الخدمة معنى كده ان السيستم الشبكة واقع بتاع اللعبة لان فيه تحميل بالزيادة فهنا عشان تدخل عندك على طول هتقعد تعمل ايه لو انت عايز تدخل على طول اقعد اضغط على اعادة المحاولة خليك اضغط على اعادة المحاولة كتير لغاية ما تدخل ممكن تكون شغلة عندي واحد تاني ومش شغلة عندك فانت ايه اول حاجة تشغل اللعبة وهتضغط اعادة المحاولة اول مجي لك وما اللعبة تفتع لان هي ممكن تكون شغلة في محافظات في مصر ومش شغلة في حزة التانية ممكن تكون شغلة عندي واحد صاحبي ومش شغلة عندي بس ايه الحل اللي انت تقعد تضغط على اعادة المحاولة هنا احنا دوسنا ايه تحميل اولا اللي هي بد هتظهر لنا اللي هي هل تريد اعادة انشاء الاتصال الان الوصول محدود بسبب التحميل الزائد على الخدمة كل ما اضغط تجي لي الرسالة دي لكن افضل اضغط تاني اعادة المحاولة اعادة المحاولة انت احظك ممكن تجي لك من تاني مرة تلات مرة تضغط على اعادة المحاولة لغاية ما تدخل معاك انا هنا مش راضي تدخل معي برضك كل شي نضغط على اعادة المحاولة اعادة المحاولة تضغط تاني على اعادة المحاولة برضك مش راضي تشتغل اضغط تاني على اعادة المحاولة تبدغط الغاء بيقول لي حدث خطأ متعلق بالشبكة يرجى الانتظار اوكي ماشي اضغط ماشي كده المفروض اللعبة تطلع فقط انها تحمل ايه بس يعني الخطأ ده على كله يعني على اغلبية الناس خطأ من السيستم بس هيها تشتغل يعني عادي عندي اشتغلت بس ما تحدثتش كده اللي اشتغلت واكهة بس فانا لما نضغط على المباراة نتحمل ايات المباراة بيقول لي عادة المحاولة ليه لان التحدث ما نزلش عندي لان فيه حمل ازايد على الخدمة فانا هنتانا نضغط عدد المحاولة كل ما هنضغط الغاء بيقول لي يرجى الانتظار فالافضل اللي انا شايفه ان هي لو ما دخلتش معاك بعد محاولات كتير ان انت تستنى لبكرة وتجرب تاني هيكون الخدمة خفت شوية والحمل خفت شوية على الشبكة فهتشتغل معك على طول وفي النهاية اتمنى منكم ان تدعمونا بلايك وشير وامتابعة حتى نستمر في نشر كل ما هو جديد السلام عليكم ورحمة الله